صورة الكهف هي من الصور المكية تحتل المرتبة 18 في ترتيب القرآن الكريم نزلت هذه الصورة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في فترة كان يواجه فيها تحديات من قريش إذ كانت هذه الأخيرة تبحث عن طرق للتشكيك في دعوته وإحراجه أمام الناس فبعثوا بنفر إلى اليهود في المدينة يسألونهم عن أمور يختبرون بها النبي صلى الله عليه وسلم وأشار اليهود على قريش أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة أمور قسة فتية ذهبوا في الدهر الأول وما كان من أمرهم وهم أصحاب الكهف ورجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها وهو ذو القرنين وعن الروح فجاء المشركون يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمور الثلاث فنزلت صورة الكهف لتجيب عن قسة ذو القرنين وقسة أهل الكهف أما السؤال عن الروح فيأتي جوابه في سورة الإسراء وجاءت سورة الكهف لتؤكد على وحدانية الله وعظمته وقدرته ولتعطي دروسا وعبرا للمؤمنين في الصبر والثبات على الحق وكيفية التعامل مع الفثنة التي قد يواجهونها وقد ذكرت هذه الصورة أربع قصص قرآنية هي أهل الكهف صاحب الجنتين موسى والخطر وذو القرنين كل واحدة من هذه القصص تحمل في طياتها تروسا عظمة وفتنا متنوعة يتعرض لها الإنسان فما هي هذه الفتن التي تضمنتها هذه القصص وكيف يمكن العزمة منها هذا ما سنعرفه في هذه الحلقة فابقوا معنا موسيقى كما سبق الذكر فقد تضمنت سورة الكهف أربعة قصص قرآنية قصص لها قاصم مشترك وهو أنها تجمع بين الفتن التي قد يتعرض لها الإنسان في الحياة وحددت هذه الصورة أربعة فتن الفتنة الأولى وهي فتنة الدين والتي تمثلت في قصة أهل الكهف الفتنة الثانية وهي فتنة المال مع قصة صاحب الجنتين أما الفتنة الثالثة فهي فتنة العلم مع قصة موسى عليه السلام والخضر عليه السلام أما الفتنة الرابعة والأخيرة فهي فتنة السلطة مع قصة ذو القرنين وهذه الفتن بطلها الشيطان فهو يزينها للإنسان لكي يخرجه عن الطريق المستقيم فقد جاء في سورة الكهف الآية خمسون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه فتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلاء والفتن التي تناولتها سورة الكهف هي كالتالي فتنة الدين مع قصة أصحاب الكهف لقد حذرت آيات سورة الكهف من الفتنة في الدين وتربث مثلا بقصة أصحاب الكهف الذين نجهم الله تعالى من الفتنة في دينهم هؤلاء الفتي الذين قال الله سبحانه وتعالى عنهم في سورة الكهف الآية 16 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقة فأصحاب الكهف هم فتية آمن بالله عز وجل وداعوا الناس إليه لكن القرية التي عاشوا فيها كان يحكمها ملك ظالم غير مؤمن ولم يخافوا وعرضوا إسلامهم على الناس الذين رفضوا دعوتهم ورغم ذلك تمسكوا بدينهم لكنهم كذبوا واتهدوا فأوحى إليهم الله سبحانه وتعالى أن يلجأوا إلى الكهف للاختباء فيه فأيدهم الله بمعجزة عظيمة فمكثوا في الكهف ثلاثمائة وتسعة سنين ثم استيقضوا بعد هذه المدة الطويلة بكامل هيئتهم وكانت القرية قد أصبحت كلها على التوحيد ثم تأتي الآيات التي تشير إلى كيفية العثم من فتنة الدين يقول الله سبحانه وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا إذن العثمة تكون بالصحبة الصالحة وتذكر الآخرة الفتنة الثانية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف وهي فتنة المال مع قصة صاحب الجنتين يقول الله عز وجل في سورة الكهف الآية 32 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رضدت إلى ربي لأجدن خيلا منها منقلبا والقصة تتكلم عن حوار دار بين رجلين أحدهما مؤمن فقير يعلم يقينا أن الحياة الدنيا لا تسوي شيئا بجوار الآخرة وما أعده الله للمؤمنين في الجنة والرجل الآخر هو صاحب الجنتين الذي فتنه غناه وأملاكه فظن أن هذا النعيم الدنيوي نعيم دائم وهو رجل كافر بأنعم الله وأنكر البعث وتعرض لنا هذه القصة حكمة الله في تفاوة الرزق بين الناس فهناك الغني والفقير فأهلك الله الجنتين عقابا لهذا الرجل الكافر المتمرد والمتكبر والمعجب بالحياة الدنيا وزينتها وتأتي العسمة من هذه الفتنة في قوله تعالى في سورة الكهف الآية 45 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدر إذن العسمة تكون في فهم حقيقة الدنيا وتذكر الآخرة فالدنيا فانية سريعة لانقذاء أما الفتنة الثالثة فهي فتنة العلم من خلال قصة موسى عليه السلام مع الخضر فقد ظن موسى عليه السلام أنه أعلم أهل الأرض لأنه من أولي العزم من الرسل فأوحى له الله عز وجل بأن هناك من هو أعلم منه فذهب موسى عليه السلام للقائه والتعلم منه فالتقى بالرجل الصالح الذي يملك علما لا يملكه الكثير وهو علم الثقة بقدر الله تعالى وأن لله سبحانه وتعالى في قدائه حكمة تحتم عليك أن توقن بتدبيره وإدارته لشؤون الحياة واشترط الخضر على موسى عليه السلام الصبر لكي يعلمه لكن كلم الله لم يصبر على ما فعله الخضر فقد تخللت رحلتهم معا ثلاثة مواقف لم يستطع موسى عليه السلام أن يصبر على ما فعله الخضر لأنه لم يفهم الحكمة في أفعاله وإنما أخذ بظاهرها فقط وهي الموقف الأول كانت السفينة التي خرقها الخضر عليه السلام وكان سبب ذلك وجود ملك ظالم يسلب كل سفينة صالحة يراها الموقف الثاني وهو الغلام الذي قتله الخضر وكان سبب ذلك أنه كان يرهق أبويه المؤمنين لعسيانه وعقوقه والموقف الثالث الجدار الذي أقامه الخضر من دون أجر في مدينة طرده أهلها منها والسبب أنه كان لغلامين يتمين وكان تحته كنز مدفون لهما ولو لم يقم الجدار لما حفظ لهما كنزهما ومن خلال هذه المواقف الثلاثة نجد أن الله عز وجل يعلم موسى عليه السلام ويعلمنا كيف أنه سبحانه وتعالى يقدر أمورا قد لا نعلم الحكمة منها والخير المقدر فيها وتأتي آية العسمة من فتنة العلم في قول الله عز وجل في سورة الكهف الآية 69 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصلك أمرا والعسمة من فتنة العلم هي التواضع وعدم الغرور بالعلم وآخر قصة هي قصة ذو القرنين وما فيها من فتنة السلطة والجاه والمنصب وكان ذو القرنين ملكا صالحا وعبدا من عباد الله الصالحين وكان يطف بالأرض من شرقها إلى غربها لينشر الهداية ويملأ الأرض بالعدل والإحسان إلى أن وصل إلى قوم لا يكادون يفقهون قولا خائفين من هجوم يأجوج ومأجوج وهم قوم طغاة وجبابرة وأهل فساد وشر فأعانهم على بناء سد لمنعهم عنهم وما زال السد قائما إلى يومنا هذا والعسمة من فتنة السلطة تكون في التواضع والإخلاص لله عز وجل ورد كل الفضل في القوة والتمكن إليه يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف الآية 98 قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا في هذه الآية يقول ذو القرنين أن الحاجز الذي بناه لصد يأجوج ومأجوج رحمة من الله عز وجل وأن هذا العمل كان من فضل الله وإحسانه عليه وتأتي سورة الكهف في الختام لتركز على العسمة الكاملة من الفتن بتذاكر الآخرة لقوله عز وجل في سورة الكهف الآية 110 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم أجارنا الله وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن فضلا لا تنسوا دعمنا بنشر الفيديو وترك تعليق والانضمام إلى قناة عالم سعاد منصور والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته